بعث فخامة الرئيس عبد الربوانصر هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى نظيره الصيني شي جين بمغ هنأه فيها بمناسبة الذكرى المأوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني وقال فخامة الرئيس في البرقية يطيب لي أن أعرب لفخامتكم عن بالغ التهاني بمناسبة الذكرى المأوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني والذي كان له الدور البارز في مسيرة الصين التنموية وتحقيق النماء والازدهار للشعب الصيني الصديق بالإضافة إلى إسهاماته الفاعلة في تعزيز الأمن والاستقرار العالمي وعبر رئيس الجمهورية عن شكره لجمهورية الصين الشعبية قيادة وحكومة وشعبا لمواقفها الدائمة للشرعية في اليمن وأمن والاستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية مؤكدا على مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز أواصل التعاون خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين